مرحبا بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين معنا إحصائية المباراة أحيانا إحنا لما يكون كاسبانين وبنتكلم على إحصائيات المباراة ونشوف الفارق نقول ماشي الفارق بين قوي بين الفرقتين وإحنا استغلينا الفارق دي لصالحنا وقدرنا نخلق فرص وقدرنا نوصل للجول وقدرنا نقص بالماتش في الآخر فممكن إحصائيات المباراة يبقى لها مدلول لكن أنا لو كلمت على إحصائيات المباراة النهاردة حتى كل الأرقام لصالح النادي الآلي ولكن تبقى النتيجة في الآخر إيه سفر سفر تبقى نتيجة في الآخر النتيجة اللي أنت ما استفدتش منها اللي لعب عليها البنك الآهل بل بالعكس هو تقريبا الفرص اللي جات للنادي الآهلي شبه الفرص اللي جات للبنك الآهلي وهو فرصه كمان كانت الأقرى خلينا نكلم على إحصائية المباراة نادي الآهلي نسبة الاستحواز 65% نادي البنك الآهلي 35% التمرات الصحيحة نادي الآهلي 502 تمرية صحيحة من 594 نادي البنك الآهلي 235 من 318 لو دخلنا بقى النسبة المقاوية هتلاقي نادي الآهلي 85% نسبة التمرات الصحيحة نادي البنك الآهلي 74% الفرص هنا لنادي الآهلي 0 من 4 فرص البنك الآهلي 0 من 5 فرص المحاولات على المرمى نادي الآهلي 5 من 18 بين 3 خشابات والبنك الآهلي 4 من 13 الركنيات وده برضو حاجة غريبة جدا جدا كلمنا على الكرات السابتة في بداية المباراة الركنيات للنادي الآهلي كانت سبع ركنيات لم نستغل منها أي ركنيات والبنك الآهلي برضو سبع ركنيات تسلل هنا واحد وهناك واحد وحبا